بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نذر نذرا بنحر واحد من ولده عند البيت إن اكتمل له منهم عشرة الله جل جلاله آتاه عشرة في الذكور وستة في الإناث الآن عبد المطلب يريد الوفاء بنذره ويا له من وفاء جمع بنيه حوله وأجلسهم وذكرهم بما كان من حاله معهم في رعايتهم والعناية بهم ومكانته وسؤدده باعتباره زعيم القريش ثم أخبرهم الخبر فكان كالصاعقة التي أذهلتهم أن أباهم ينوي نحر واحد منهم من هؤلاء الذكور العشر ينوي نحر واحد منهم أمر عظيم خرجوا مع أبيهم للوفاء بذاك النذر عند البيت العتيق نذره كان بنحر واحد منهم عند البيت فخرجوا إلى البيت العتيق وخرج عبد المطلب وسكينه معه يريد نحر واحد منهم من يكون حتى الآن لم يظهر وصر العشرة إلى البيت وكلهم يحدق حوله علها أن تكون آخر نظرة له ثم أدار القداح على صنم معظمونه وهو هبل وهذا صنم من الأصنام التي كانت تعظمها قريش حتى أنهم جعلوا عليه اليقوت والذهب فكان الواحد منهم إن أراد أمرا جاء لذاك الصنم وضرب القداح كالقرعة فإن خرج القدح بأن يفعل فعل وإن خرج القدح بأن لا يفعل ترك مثلا يريد تجارة يأتي إلى هذا الصنم فيجري قرعة فإن قالت القرعة افعل فعل دخل في التجارة وإن قالت لا تفعل لم يفعل وهذا من والعياذ بالله من لوثات الجاهلية في الإسلام لدينا ما هو أعظم من ذلك ليس صنم لا ينفع ولا يضر بل الله جل جلاله بعبادة عظيمة هي الاستخارة حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الاستخارة في الأمور كلها صفة الاستخارة بعض الناس يظن أنه يلزم أن يرى في المنام أمرا حسنا أو قبيحا فيفعل أو يترك وليس ذلك كذلك بل الصواب ما ذكره جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الحديث أن يصلي العبد ركعتين سوى الفريضة ثم يدعو بعدها اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسمي حاجته مثلا هذا الأمر هو فتح متجر هذا الأمر هو الزواج من فلان هذا الأمر هو شراء سيارة هذا الأمر هو دخول الجامعة يسمي حاجته فاقدره لي ويسيره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان هذه الاستخارة ثم يباشر العبد ما أراد فعله فإن تيسر الأمر فهذه الخيرة من الله وإن تعسر الأمر فهذه الخيرة من الله عبد المطلب خرج يريد اختيار واحد من هؤلاء لينحره عند البيت وقف عنده بل وأجر القداح فخرج القدح على عبد الله وكان أحب ولد عبد المطلب إليه خرج القدح عليه عبد المطلب مكرها مجبرا يريد الوفاء بنذره أخذ ولده عبد الله ونزل في المطاف أمام البيت يريد نحره قبل أن يمر سكينه على رقبة ولده جاء أخوال عبد الله عبد المطلب تزوج من مجموعة نسوة عبد الله أمه هي فاطمة بن تعمر بن عائد من بني مخزوم بني مخزوم بطن في قريش كانوا أثرياء وأقوياء كانوا قبيلة ضخمة ومنهم على الكفر أبو جهل ومنهم على الإيمان والإسلام خالد ابن الوليد والأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار المشهورة رضي الله عنهما فهي قبيلة لها مكانتها جاء ابن مخزوم ينجدون ابنهم أن لا ينحره عبد المطلب وأخبروه أنه لو نحر هذا الولد لكان سنة تمضي بين البقية لأنه زعيم القريش فأوقع بين يديه كيف يوفي بنذره فكانت المشورة له بأن يذهب للتحاكم إلى كاهنة تسمى سجاح في يثرب على ذاك الزمان ويسمعون منها الخبر انطلقوا إليها فقالت كم دية الرجل بينكم قالوا عشرة من الإبل فأمرتهم أن يعيدوا إجراء القداح بين عشرة من الإبل وبين عبد الله فإن خرجت على على الإبل تنحر وينجو عبد الله وإن خرجت على عبد الله فيزاد في العدد رجعوا إلى مكة على أمل أن يكون هذا هو الفرج وبداية المخرج بعيدا عن نحر عبد المطلب وقفوا عند البيت أمام هبل ذاك الصنم الذي يعظمونه في الإسلام جاء الإسلام بما هو أشرف وأجل بدلا من الشرك جاء الإسلام بالحق البين صلاة الاستخاب جاءوا إلى البيت ووصلوا عند الصنم يريدون إجراء القرآن الآن سيكون الاقتراع ليس بين العشرة من الذكور لا هو فقط واحد عبد الله إما أن ينحر أو لا ينحر أمام هذا هذا العدد من الإبل عبد الله وكأنه يقلب ناظريه فيما حوله أيعيش أو لا يعيش بعد ذلك جاءوا بالقداح وضربوها بين اسم عبد الله وبين العدد عشر من الإبل ضربوا القداح فخرجت على عبد الله فأسقط في يد عبد المطلب والذي كان يمني نفسه بنجاة ولده فزاد العشرة عشرة أخرى وضربوا القداح يمنون أنفسهم أن يخرج القدح على الإبل رفعوا القدح فإذا هو على عبد الله فزاد الهم هما فزاد العدد عشرة أخرى فأصبحت ثلاثين من الإبل وضربوا القداح وما زالت تخرج على عبد الله فيزيدون على ذلك حتى وصل بهم الحال إلى مئة من الإبل فعندما وصل هذا العدد وضربت القداح وقد أنهقتهم أنفسهم من هذا التردد والارتياب من الذي سينجو؟ تنجو الإبل أم ينجو عبد الله؟ عندما وصل العدد إلى مئة رفعوا القداح فإذا هي وقد خرجت على الإبل خرجت على الإبل وسلم عبد الله يومها من النحر حكمة الله إن كان إسماعيل جده قد سلم من النحر بكبش عظيم الله جل جلاله أفده الآن يسلم عبد الله أيضا الحكمة من الله يحمل في صلبه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيسلم من النحر عبد الله الآن يسلم من النحر وتنحر الإبل مئة من الإبل تنحر وتترك لا يصد عنها إنسان ولا حيوان كل من شاء أن يحمل من لحمها فليحمل وسلم عبد الله وهنا مسألة الوفاء بالنذري إن كان عبد المطلب في الجاهلية أصابه الحرص والهم على الوفاء بالنذر جاء الإسلام أيضا على همية الوفاء بالنذري ولكن النذر المعصية لا وفاء فيه لأن فيه المعصية لو النذر أن يشرب خمرا لا يشربها ولكن يكفر عن هذا النذري و نذر الطاعة هو الذي يوفى به نذر الطاعة هو الذي يوفى به وإن كان ابتداء النذر لا يرغب فيه أصلا من أراد أن يطيع الله فليطعه يريد أداء صلاة النافلة يريد القدوم إلى عمره ما يحتاج أن يقدم نذرا لذلك بل يفعل الطاعة مباشرة طبعا الطاعة المستحبة لأن الواجب سيفعلها بلا نذر القصد في المستحبة فإن أراد فعل مستحب من الأمور فليفعل يباشر لكن إن نطق به نذرا فعليه الوفاء وجوبا قال الله جل وعلا في وصف أهل الجنة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذري الله جل جلاله مدحهم ليس بالنذري لكن مدحهم بأنهم أصحاب وفاء للنذري وعندما سأله رقل أبا سفيان عن رسول الله سلم وصفته وذكر فيما ذكر أنه وأنه يأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالأهد وأداء الأمانة وهذه صفة نبي والحديث عند البخاري وقالوا في الشعر ومعاد الكريم عليه دين فلا تزد على الكريم فلا تزد الكريم على السلام يذكره سلام كما عليه ويغنيك السلام عن الكلام أعانى الله على ذكره وشكره وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب